أهلا بكم يا برج التور في القراءة العاطفية من منتصف شهر أكتوبر لنهاية الشهر هنعمل إن شاء الله قراءة عن مشاعر الحبيب نوايا وخطوته القادمة أتمنى أن القراءة دي تكون مفيدة بالنسبة لكم إن شاء الله طبعا يا برج التور القراءة دي هتكون للبرج الشمسي القمري الصاعد وكمان للفينوس فلو انت حستها مش منطبق عليك تطابقها ضعيف أو عكسية تقدر إنك ترجع للبرج الفينوس أو للقمري بتوعك فلو حضرتك كنت أول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بإنك تعمل سبسكرايب كمان سواء أنت كنت مشترك في القناة أو لا يشرفني إنك تنضم معنا على السوشيال ميديا بتاعتنا اللي بتظهر أمامكم على الشاشة هتلاقوا كمان الرعوبة موجودة في صندوق الوصف لأننا بنكون أكتف ومتفعلين هناك في الأوقات اللي ما بينزلش فيها فيديوهات على القناة فخلينا دلوقتي نبدأ القراءة هنا هيكون طاقتك أنت أو مشاعرك أنت تجاه الشريك هنا مشاعره هو تجاهك إيه وضع العلاقة دلوقتي؟ نواياه خطوته القادمة وهنا كارت للنصيحة طاقتك أنت يا برج تور هي التمبرانس أنت روحة نياتك عالية جداً ممكن تكون أنت بتعمل شفاء بتتوازن بتحاول أن أنت تطلع من طاقة الحزن والاكتئاب اللي أنت فيها ده برضو كارت برج القوس فممكن تكون أنت بتتعامل مع حد من برج القوس وطاقة وصلولك جداً أو في تواصل ما بينكم أنتو الاثنين بشوف أن ممكن يكون أنتو في بلاد مختلفة أو هو مثلاً كان شخص خاين أو متعدد العلاقات فأنت قررت أن أنت تطلع من العلاقة دي وأن أنت تتحقق توازنك وتتناسى الشخص ده وتعمل شفاءك لأنك اكتشفت أن هو ممكن يكون شخص نرجسي شخص خاين شخص متعدد العلاقات بيقول كلام حلو وبيهمك أن هو معك أنت وبس في العلاقة دي لكن في الحقيقة ده بيكون قناع وأن هو شخص يعني بيكلم أشخاص كتير ومش بتاع علاقات جدة يعني فأنت قررت أن أنت تطلع من العلاقة دي ممكن تكون أنت مثلاً زعقت معاه أو عاوز تزعق معاه وتاخد حقك منه أو منتظر مثلاً الكرمة تحصل لكن أنت بتقول أنا أولاً أعمل شفائي وأتوازن وبعدين أشوف أنا هعمل معاقي بشوف أن هو شخص فعلاً شخص متعدد العلاقات شخص بيحب أن هو يكون حواليه ناس كتير وأن يكون ناس كتير بتدعمه بيحب مثلاً أنه يعني حتى لو هيتزوج وعلاقات جدة فممكن يكون بيحب مثلاً يتزوج ثلاثة أربعة في نفس الوقت ما بيحبش أن هو يكون في علاقة واحدة دي طبيعته مش معنى كده برضو أنه هو ممكن يكون شخص وحش لكن ممكن يكون هو في عنده مشكلة من الطفولة وعنده شعور بعدم الأمان فبيحب أن يكون حواليه ناس كتير طبعاً يعني أنت على حسب ما يناسبك إذا كنت تقبل ده أو لا لكن هي دي طبيعة الشخص ده إنه هو بيحب يكون حواليه ناس كتير وبرضو فيه احتمالية إنه هو يكون شخصاً نرجسي ومش بتاع علاقات جدة بشوف أن حالياً دلوقتي والشيء العند هو سيد الموقف ما بينكم في العلاقة دي آه أنت بتفتقد وكل شيء لكن أنت بتقول أنا لا أقبل بوضع زي ده ويخبط بقى دماغه في الحيط أنا هتوازن وهدافع عن حقي ويعني هو لازم يحقق لأمتي هو مش عارفه بيكلمين فبشوفك أن انت يعني بتثور عليه أو هتحط شروط وهتدافع عن حقك ويعني بتفكر في الانتقام من الشخص ده وبشوف أن العند سيد الموقف ما بينكم أنتو الاثنين رغم اشتياءكم لبعض بشوف أن الشخص ده هو فعلاً ممكن يكون شخصاً نرجتي لأنه هو هنا منتظرك ومش ناوي أنه هو يعمل شيء هو بيبص عليك بيشوف أنت إيه ردة فعلك أو بيشوفك أنت هتتصرف إزاي هو ممكن يكون مش متوقع ردة فعلك فهو برضو يعني مستغرب أنه كل الناس بتطيعوا وكل الناس بتجري وراه وكل الناس بيحبوه وإنت الوحيد اللي قلت له لأ أنت مش عارف أنت بتكلم مين فيعني ما يعني ما جرتش وراه أو ما كنتش أسير تحت رجليه زي ما كل الناس بتعمل معاه فهو مستغربك يعني فهو مستنيك مستني شوف أنت هتتصرف معاه إزاي أو هتعمل إيه لكن برضو ما بشوفش أنه هو ما بشوفش فيه حب من ناحيته بشوف أنه هو أو ممكن مش هيستغنى عنك وكل شيء لكن أنت واحد من ضمن الجيش اللي حواليه أو من ضمن الناس اللي هو بيكلمهم فبشوف أنه هو مستنيك مع أن في الخطوة القادمة هنا في زفول البداية الجديدة وأنه في فرصة تانية أن أنتوا تتكلموا سواء بقى أنت هتكلموا وهو هيكلمك أنا بشوف أنه هيكون في نقاش ما بينكم أي أن كانت الطريقة اللي أنتوا هتتقابلوا بيها وأي أن كان من فيكم اللي هيكلم التاني بس بشوف أن إنت هتعرف إزاي أن إنت تاخد حقك وممكن تكونوا هترجعوا علشان بس أن إنت تاخد حقك منه أنا ما بشوفش أن العلاقة دي علاقة نجحة وإنت عارف كده على فكرة علشان كده قررت أن إنت هتعمل شفاء وتطلع من العلاقة دي لكن إنت بتفكر الأول في أن إنت إزاي تاخد حقك ومش عايز أنك تنهي العلاقة كده وخلاص كمان هنا في النصيحة طلعلك أن إنت ما تظهرش كل اللي جواك يعني ما تحاولش أن إنت تخلي ورقك ما تشوف أصاد الشخص ده حتى لو إنت كنت زعلان منه ومتعصب منه ما تظهرلوش ده لأن هو كل ما يكتشفك أكتر كل ما هيعرف أن هو إزاي يلعب عليك ويأذيك أكتر فما تحاولش تظهر قدامه كل حاجة ما تحاولش تبين له أفكارك ما تحاولش تخلي أفكارك زهرة قدامه حاول أن إنت تلبس ماسك وما تكونش يعني كتاب مفتوح بالنسباله علشان هو كل ما يكتشفك أكتر هيعرف إزاي يعمل خطط ويكتبك في حياته مرة تانية وبعد كده يسيبك فما تحاولش أن إنت تخلي أفكارك مقرية بالنسباله يعني خليني برضو أخذ لكم كروت للنصيحة وأشوف هينصحوكم بإيه زي مقتلك ممكن يكون الشخص ده من برج قوس حمل ممكن يكون من برج الطور زيك ممكن برج الأسد الدلو ممكن يكون منطقة هوائية مائية نارية ما عنديش بصراحة طرعبية لكن في برج الطور يعني بس طبعا مش شرط يعني ما تلتزموش بالطاقات دي جامد قوي يعني أوكي هنا بيقول لك استمع بقى الإحساسك الداخلي وشوف إحساسك الداخلي هيقول لك إيه ويمشي ورق إحساسك الداخلي ده لكن في كل الأحوال يكون حريص وما تظهرش خطتك المستقبلية ولا تظهر للشخص ده أنت بتفكر إزاي ولا مثلا على السوشيال ميديا تنزل حاجات ليها علاقة به حاول أنك تكون غامض بحيث أن أنت تكون صعب بالنسباله وأنه يكون مش عارف أنه هو إزاي اكتشفك ويبزي المجهود علشان يفهمك أكتر يعني حاول أنك تحيروه هنا بيقول لك كومبروميز حاول أن أنت توصل لحل وسط وأن أنت تكون متوازن وفعلا ده اللي أنت بتحاول تعمله خليني برضو أخذ لكم كارت من هنا أنت فعلا محتاج أن أنت تعمل شفاء فبيقول لك الشفاء الحقيقي بقى علشان توصل للشفاء التام وتسمح لنفسك فعلا أن أنت مفكك من القيود حاول أنك ما تفكرش في الماضي وما تفكرش أن أنت إزاي تنتقم ممكن تتنازل أو تسيب الحل الوسط ده مش أن أنت تنتقم بنفسك أو أن أنت تاخد حقك بدريعك لا ممكن يكون الحال الوسط ده أن أنت تترك الأمر للكرمة أو يعني تسيب ربنا هو اللي يجيب لك حقك لأن حقك أنت هتاخده هتاخده فمش لازم أن أنت تاخد حقك بدريعك يعني وتكون فارسة السيوف وبتحاول أنك تاخد حقك لا سيب الأمر لحلول السماء أنت لما تسيب الكرمة تحدث وما تفضلش بقى مفكر نفسك وبتغلي وبتقول أنا إزاي هنتقم وكل الكلام ده لا حاول أنك تفك نفسك من التفكير ده وتترك الأمر لحلول السماء وتأكد أن ربنا هيجيب لك حقك وحاول أنك يعني تسيب الأمر كده لله ده هيديك شعور أن أنت مفكك من القيود وهيساعدك أن أنت توصل للشفاء التام أو للشفاء الحقيقي يعني خليني برضو أخذ لكم كارت من هنا هولي دي أنت محتاج أن أنت تطلع إجازة تاخد عطلة كده التافر تتفسح ده هيساعدك أن أنت تغير مزاجك وهيساعدك جدا في تغيير الحالة المزاجية بتاعتك وفي حدوث الشفاء بتاعك هيغير الموت بتاعك وهتكون قادر أن أنت تتوازن أكتر وتعمل شفاء أكتر يعني فحاول تاخد بريك كده تسافر يوم مع صحابك تقضي وقت في أي مكان مش لازم سفرية طويلة لو يوم واحد بس تسافر محافظة تانية مكان تاني مكان في بحر تقضي وقت لطيف وترجع تاني ده هيفرق معاك جدا وهيفرق في حالتك المزاجية كتير وجامد قويا فدي كانت قرأتكم يا برج الثور أتمنى أن هي تكون وضحت أشياء بالنسبة لكم أتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم واكتبولي رأيكم في التعليقات بشكركم طبعا كلكم وباتمنى لكم السعادة والحظ الموفق مع السلامة